حدرت اليوم chocolate cheesecake بثلاث طبقات بطريقة أولى أسهل إذا عبركم تعرفوا كيف حضروا هاي تالفيديو للأخير منبلش الوصفة بثلاث علب biscuit digestive أو حالة بسكوية تانية انتو بتفضلوه وعندي هون 100 جرام من الزبدة الدايبة أول ستب بدي أطحن البسكوية كتير منيح فيكن تطحنوا مثل على الماشين أو على إيدكن بنرجع منضيف عليه 100 جرام من الزبدة الدايبة وبدنا نخلطن كتير منيح بعد ما نخلطن سوا منحطن بقلب القالب أنا حاطة بقاع القالب clean grab مشي نقدر شيل التشيز كيك بعدين بسهولة بعد ما نكون حطينا البسكوية بالقالب مندخلوا على الفريزر لحوالي نصف ساعة بهالوقت مننا نحضر الحشوة عندي هون 180 جرام من الكريم تشيز هديفة عليهم نصف كوب سكر ناعم وحأخلطن سوا كتير منيح تيصير القوام طبعهم بهذا الشكل أكيد أنا بقونو مطلع الكريم تشيز قبل من البرات مشي نسهل علي الدمش هلأ منحضر كريم تشيز بدنا ناخد كبايتين ونخفقهم كتير منيح ومنرجع منضيف كريم تشيز فوق خليط الكريم تشيز والسكر الناعم تيصير عنا الخليط بهذا القوام شوفوا ما أحلى التكستير تبعه طلعت هلأ البسكوي والقالب من الفريزر وعندي هون 200 جرام من الشوكولات الدايبة توابت الشوكولات بالمايكرو ويب وعننا هون خليط الكريمة يلي حضرني يلي هو أساس للشيز كيك فنعمل هيدا للشيز كيك من ثلاث طبقات هاعمل أول طبقة تكون من الكريمة البيضة فحأخد شوي وحطن فوق البسكوي بهذا الشكل وبرجع هيدا بديدخلهم على الفريزر لبين محضر الطبقة التانية كرميل الطبقة التانية هنضيف شوي من الشوكولات الدايبة برجع بذكر أنا الشوكولات دوبتها بالمايكرو ويف عندهون 200 جرام هاخد حوالي 3 ملاعق من هيدا الشوكولات الدايبة وحنضيفهم على الكريمة البيضة وحنخلطهم هلأ هيك بهالشكل تحتى يصير لونهم على بني فاتح هلأ هضيف هيدا كالطبقة التانية منضيفه فوق الطبقة البيضة منرجع أكيد مندخله على الفريزر وأخيرا منحضر الطبقة الأخيرة من هال 3 ليرز منضيف باقي الشوكولات كله ياتو ومندمجهم كتير منيح تيصير عنا لون الخليط على بني غامق لونه رائع والطعمة ولا أروع منضيف هيدا الخليط كله كطبقة تالتة أكيد بدنا ندخل كل الغالب على الفريزر لحوالي ساعتين أو ثلاثة لحتى تحسوه جميل ترجع بتنقلوه على البرات قبل ما بدنا نقدم للشيز كيك أكيد بدنا نحضر سوس الكناش أنا عندي هون بام ماري حتى طنجرة غامرة فيها مي وحتيت بقلبها جاة أزاز هدوب دفين شوكولات غالكسي أكيد فيكم نضيفه على الشوكولات شوكولات داكن أو فيكم تغيره نوع الشوكولات متل ما انتو بتفضلو لما يضوب عندي الشوكولات هيك هدف عليه شوية من الكرامة وبعد ما ضيف الكرامة بدي اخفو كتير منيح مشان ما يصير عندي اي كتل بيصير عندي الكناش بهيدا القوام هلا ازا حسيتو كتير سميك بتزيدو شوية الكرامة وازا حسيتو كتير سايل بتزيدو علي شوية شوية شوكولات متل ما انا عملت وبالاخير منضيف ساس الكناش فوق لتشيز كيك بعد ما نكون تأكدنا انه جمد على المزبوط وفيكم تزينو بشوية شوكولات كريسبي على الاطراف متل ما انا عملت ازا عجبتكم الوصفة وعجبكم هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لومي تشانل وعملوا فولو كمان على الانستجرام بيج لوصفات كتير سهلة وسريعة وسحتان والف هنا اشتركوا في القناة